بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا يوم الحد هو يوم بنحاول من خلاله نتعرض لبعض الحاجات اللي بتزعجنا في البيوت عشان نوصل من التوافق للسعادة قلنا ان احنا فيها هرم للترقي الزواجي بيبتدي بالتوافق نوصل للرضا ونوصل للسعادة بس في الفترة الاخيرة زاد اوي اوي بسبب ظاهرة موجودة عندنا في حياتنا حاجة اسمها كسرة الفردانية زاد اوي في الفترة دي ظاهرة اسمها ظاهرة بتحصل لبعض الشباب وهي ظاهرة الزوج العازم الزوج اللي بيتجوز وكأنه بيتجوز ذاته ويبقى الشخص ده محتفظ بنفس صفات العزوبية بتاعته بتجوز ما تغيرش اي حاجة في حياته ما عملش اي محاولة من الاندماج ويفضل هو بنفس صحابه بنفس حالته مش قاسد بنفس صحابه لكن بنفس طريقة حياته مع اصدقائه البقاء لفترات طويلة برا البيت ويفضل لغاية وش الفجر برا البيت وكأنه ما عندوش بيت وكأنه ما حصلش ان فيه زوجة في البيت ولا ان البيت دوت ليه حقوق ولا واجبات عليه ولا هو فكر يغير اولوياته ويفضل ترتيب اولوياته زي ما كان قبل الجواز صحابه واهله هو مش بيضيف لأولوياته اسرته هو صحيح ان ده بيحصل كتير في الشباب في الازواج لكن كمان بيحصل في الزوجات بس خلينا نقول ان بيكون ارتباط الشخص اللي هو عنده اللي هو عنده هذه الصفة اللي بيجاوز ذاته واللي بيبقى عنده موصوف بان الزوج العازم بيبقى ارتباطه بالأسرة الجديدة دي ضعيف جدا وممكن يشوهها عشان يبقى عنده مبرر ان هو ما يفضلش في الأسرة دي لانه مش عايز يبقى زوج كامل او حتى مش عايز يبقى زوج ابك حتى ويقول انا شخصيتي هي دي سماتها انا راجل سماتي ان انا راجل عازب والزواج ده ده كان غلطة لما يثبت ان الأسرة دي بقى عبقها تجربة فشلة ويقول من الأساس انا كنت راجل ومرتاح قبل الجواز وقلت اجرب لو انا انبسطت في الجواز يبقى خلاص الجواز ده اتبقى حاجة لطيفة عشان اقول لكم بالدقة ايه اللي حاصل احنا بقى عندنا ظاهرة كتيرة كبيرة جدا جدا في حياتنا وهو ما يسمى بجواز التجربة ان احنا ندخل الجواز ونجربه تلع حاجة كويسة نكمل ما طلعش خلاص نفركش وكأن الجواز ده تبقى زي خطوبة بالزبط بس خلينا بنقول غالبا ان اللي بيدخل الجواز وهو محتفظ بفكرة الزوج العازب ده في الغالب بيبقى الدافع عنده هو الدافع الجنسي مش اف حد جميل فعايز يعيش معه الحياة الجسدية ولكن هو مش مقرر ان هو يندمج معه لكن مش عايز يتحمل اي مسئولية من مسئولية الجواز ولا تربية الاولاد ولازم نحطه قدام الزوج العازب ده والزوج الهارب برضو لانه هارب من مسئوليات النواة يبقى زوج لازم نحطه في اطار تحذير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كنه لازم نحطه في الاطار ده قبل ما يجاوز لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للاشخاص اللي فيهم الصفات دي قال لهم من استطاع منكم الباقة فلا تزوج وطبعا الناس متصورين ان الباقة هي الاستطاعة الجسدية او المادية بس اهم من ده مسألة الاستطاعة النفسية القدرة النفسية القدرة على التكيف والانتماج واتاحة النفس لشريك الحياة وان انت تنتقل من الفردانية وتنتقل الى العيش في اطار الاسرة ان انت خرجت من مفهوم العازب الى مفهوم الزوج ان انت حتى في كل وقت ما تقدرش تفكر كفرد ولكن عليك ان انت تفكر كزوج وراعي الشخص ده في الغالب زي ما احنا عندنا في ناس مدمنين للعمل ومدمنين للسوشال ميديا ومدمنين للخروج والسفر في الغالب الشخص ده بيبقى عنده ادمان من نوع تاني بيبقى هو هارب للانشطة البديلة عن الاسرة وساعات يهرب وينطوي على نفسه كمان يعني فيه نوع من انواع الزوج العازب ده ينطوي على نفسه واللي يحصل وساعات يكتأب لانه هو ما كانش جاهز نفسيا انه هو يكون زوج ولازم نكون عندنا فهم صحيح لمفهوم الرجولة من انك انت بينجذب اليك الاخرين الى مفهوم الرغولة ان انت تستطيع ان انت تندمج مع امرأة وتستطيع ان انت تحتويها ويكون لك اسرة انت راعي ليها ونزاك حضرة النبي ابتدى في الحديث حديث الرعاية المشهور انا بسميه حديث الرعاية كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعي وهو مسؤول عن رعيتي ابتدى بالرجل هنا انا بربط حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي قال انه عنده عشرة من الاولاد وانه ما قبلش واحد منهم قط فبقول دايما يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه قال له وكأنك مكنتش مستعد للجواز وكأنك انت مش مستعد لتكوين الاسرة ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ولذلك ليه بقول كده لان الله سبحانه وتعالى قال وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اذا انت لازم تكون عندك رحمة ترحم شركة حياتك او ترحمي شرك حياتك ايه دا هو يا ممكن دا يحصل من كمان يبقى فيها حياتة اسمها الزوجة العزبة طبعا فيه كمان الزوجة العزبة الزوجة اللي هي عايشة دور البنوتة ايه دور البنوتة دا انا زي منا كل حياتي خروج مع صحباتي وعيش معاهم ونفس الكلام بنخرج لأوقات كتيرة بنقعد في أوقات كتيرة برا البيت والبيت ملوش مساحة في حياتي وعشان كده لازم نقول الراجل ما ينفعش يبقى راجل وقب لو ما كانش عنده جاهز للترحم والمودة والست كمان ما تنفعش تبقى زوجة إلا إذا كانت هي جاهزة للترحم والمودة وهنا الأولاد بيكونوا ترمومتر مهم جدا جدا لقياس درجة الأنانية الشديدة عند الزوج العازب والهارب وعند الزوج العزبة والهاربة لو ما كانش بيقضي معاهم وما كانتش بتقضي معاهم وقت كافي عشان يستطيعوا إنهم يحصلوا على الحنان فعلى طول مؤشر العزوبية في نفس الزوج والزوجة بيقضوا مرتفع وعشان كده المشكلة بيبقى عندي الزوج العازب والزوجة العزبة هو مش عندي الزوجة بحجة إن هي هي اللي عندها عيوب وعندها مشاكل فهو لازم يقول كده وهو برضو عنده عيوب وعنده مشاكل عشان هما في الأخذ خالص يبقى عندهم مبرر إن هما يفضلوا الفترات طويلة برا البيت الزوج العازب بيكون عنده بعض المفاهيم والافتراضات مختلفة لفكرة بناء الزواج وبناء الأسرة ومنها إن بسبب تجارب مش بس عطفية ولكن تجارب جنسية كمان بيكون عنده انطباع صعب عن الستات إن مفيش ست كويسة في كتير من الأحيان زوج العزب بيبقى كده وفي بعض الأحيان بيكون مصر على العزوبية بسبب المفاهيم دي مش عايز يندمج عشان ما يتورطش أكتر من كده وبيبقى جزء من هوية الإنسان لما ييجي تجوز إنه أصبح بيفكر مش بشكل إنه هو فرض لأ بيفكر كأنه بيفكر على إنه زوج يعني مثلا هو في الشغل هو بيفكر على إنه زوج يعني إيه؟ يعني هو دلوقتي بيسعى لي ولأسرته مش بيسعى ليه هو بس في ناس كتيرة لما تلاقيهم في الشغل بيسعوا لنفسهم فمن بيقدروش البيت محتاج إيه؟ أو الأسرة محتاجة إيه؟ وعشان كده وقته ما بيبقاش متقسم بشكل صحيح ولا بشكل معتدل على مستقبله ومستقبل أسرته لا بيبقى وقته كله بيعتبره ملكه ويتصرف فيه زي ما هو عايز خلي بالكم احنا مش بنقول كده إن الإنسان لما يدخل ويبقى متجوز خلاص هو فقط حريته زي ما هو بيروج الزوج العزب زوج العزب بيقول دايما إن الزوج لما بيتزوج بيفقد حراريته لكن مفهوم الصحيح إن الزوج لما بيتزوج هو في الحقيقة بيتفتح له باب جديد للرجولة وهو باب الرعاية إنه هو ينتقل من الإنسان بيرعى أبوه وأمه واللي حواليه؟ لأنه يبقى مسؤول وصاحب رعاية وده مفهوم جديد للرجولة مفهوم إن أنت تحس إن رجولتك بتتحقق لما حد يحس لما تدخل المكان اللي هو فيه يحس بأمان يا سلام وإنت رايح لبيت كده وأول ما تدخل الناس يحسوا بعد ما كانوا متضايقين إنه هو بقوا مرتحين ومشتقين لوجودك ومن أكتر الكلام اللي ما ينفعش الزوجة تقوله للزوج العازب تقوله إيه؟ خليك راجل زي بقيت الرجالة طب ليه؟ لأنه هو مش عايز يبقى ده لازم تسأل نفسها إزاي ممكن تدخل لقلبه وإزاي ممكن تخليه يخرج من العقدة دي ويقعد في البيت وهو عايز يكون ده طب ده يكون إزاي؟ لازم هي تفهم المفاتيح بتاع الزوج العازب وهو كمان لازم يفهم مفاتيح الزوج العازب إيه ده؟ وإنت مش هتقولنا إن أنا لو زوجي اتلع زوجها عازب على طول اتطلق منه وإنت مش هتقول مش هتقولي لو الزوجة بتاعت تطلعت زوجها عازبة اتطلق منها يا أخواننا مش كده خالص إحنا مين قال إن احنا في سنة أولى جواز ولا مين قال إن احنا بنبقى نطقي من أول الجواز بعد اللي احنا متزوجين مع بعض احنا عندنا نبراس عندنا اساس ايه هو الاساس لا يفرقوا مؤمنوا مؤمنة اذا كره منها خلقا رضيها منها الاخ يعني ايه الصبر ومش الصبر بس الصبر والعون والصبر والمؤذرة والصبر والدعم فالعازم مثلا بيحب الامور البسيطة اللي بتدخل عليه البهجة وكذلك الزوجة العزبة بتحاول ان هي تبقى مبهجة هي بتخرج من بيت لي عشان تقولك عشان افك عن نفسه هو اقول كمان انا محبش الضغط او محبش ان حد يحمل لي ده وعلى فكرة هو ممكن يكون انا مش بنبرر لكن هو ممكن يكون هو تربع على كده ممكن يكون هو حصل له كده لاحظوا حيث يتكلم عن الزوج العازم مش الزوج الاعتمادي ولا الزوج الاعتمادي احنا بنتكلم على الزوج العازم اللي هو عايز يفضل حر يبقى طاير كده انا بسميه الشخصية العصفورية يبقى هو عايز يبقى طاير كده على طول والشخص ده مش هينفع ان انت تيجي تقوله طب انت وعصفوري كده انا شايلك الهم هيقولك خلاص انا لا الشخصية دي ما تنفعنيش هو دايما بيحب بيحب هو بيخرج برر البيت ليه هو هي بتخرج برر البيت ليه انا قاسف يعني انا اقول التعبيرات اللي احنا بنعيشها هو بيخرج برر البيت هو هي بتخرج برر البيت عشان تفرفش وعشان يفرفش فوضات اللي هو بيعمله فالزوج العزب بيكون الشيء اللي بيربطه بزوجته هي العلاقة الخاصة في الغالب فممكن الزوجة تبتدي من هنا انها تربطه بالبيت وتخليه يقعد ان هي الفترة دي توسع مساحة العلاقة مقتصر على العلاقة الخاصة وهو كمان ما يبقاش مسألة مقتصر على علاقة خاصة لكن يبتدي يدخل كلام وحوار ويبتدي كلام تاني عن هو كإنسان وهي كإنسان وتبتدي العلاقة الخاصة تبقى علاقة مش علاقة خاصة بس نوسع لان العلاقة الخاصة حواليها حاجة اسمها العلاقة العاطفية ثم حواليها العلاقة الإنسانية فنخرج للدواير دي فنخرج من العلاقة الخاصة الى العلاقة العاطفية الى العلاقة الإنسانية ونبتدي هذا المشوار هو مشوار على الفكرة يستحق لان ده زوج فيه رباط مقدس ما ينفعش ان احنا على طول نروح اذا كان الامر ده نتخلى عن شريك الحياة ابدا وعشان كده احنا لازم نكون دايما ماشيين في الطريق ده وفاصل ونرجع نكمل معاكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وعنكمل مع الزوج العازب والزوج العازبة بعد ما تكلمنا عن كل هذه التوصفات هنقول شوية اجراءات واحنا رايحين ناحية الحل اول اجراء انا شايفه وهو اجراء لازم يتعامل بحكمة شديدة وانا بنصح ان اي حد عنده حكاية الزوج العازب او الزوج العازبة دي لازم يروح يستشير متخصص وعشان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نساعد في هذا الاتجاه اقول لكم ليه؟ لان الظاهرة دي كترة قوي كترة ليه؟ لان فكرة ان ننظر الى الاسرة على ان هي رباط مقدس وعلى ان الناس فيها صبر وفيها جلد وفيها ارادة للزواج عشان معاني وقيمه الكبيرة خف شوية عند الناس وعشان كده احنا محتاجين نقول كده احنا محتاجين حوار صريح ولكنه في نفس الوقت هادئ حوار لا اتهامات فيه يعني الزوجة اللي عندها زوجة عازب تقول له احنا محتاجين نقعد مع بعض نتكلم شوية نتكلم عن ايه؟ نتكلم احنا ازاي هنقدر نتقارب من بعض انا مش بالومك لكن انا مستعدية ان انا اساعدك في ده وهو يقول لها انا عارف ان ده خلاف طبعك انا عارف ان انت طبعك بتحبي ان انت تنطلقي وبتحتحبي ان انت تكوني في بهجة في حياتك تعالي ان اتفق مع بعض ازاي يبقى كل واحد فينا سبب من اسباب البهجة للتاني يصرحوا بعض فتبقى فيه جلسة مصرحة وجلسة المصرحة دي زي ما قلنا تبقى جلسة خفيفة ما فيهاش اسقال بمعنى ان انت لازم تتغير ولا لا انا احنا عايزين نتفق مع بعض ازاي نقدر نساعد بعض على ان احنا ننضج مع بعض ازاي نقدر نكون ازواج نستطيع من خلال هذه الزوجية ندخل السرور على بعض دي اول حاجة الحاجة التانية لازم الاطراف التانية لو كان هو بيميل الى والدته او بيميل الى ان هو يقعد عشان يهرب من مسؤولية البيت عندي بيت العائلة او بيت الاسرة الاوسع والاكبر لازم الام وتتفق الزوجة مع الام ومع الوالد ان هم يدفعوه دفعا على ان هو يكون في البيت فلازم هي تاخد وضعية المستشار ووالده كمان ياخد وضعية المستشار عشان يتفعوه ده ولازم كمان الوالدتها اللي هي حماته تعمل كده نفس الكلام عشان يزقوه الى ان هو ما يهربش على ان هو يروح للبيت الزوجة كمان لازم تجذب الزوجة تحاول بقدر الامكان تدخل في البيت اشياء مختلفة وتعمل الاشياء البيتية بشكل جذاب يعني ايه وهو كمان لو كان عايز يجذبها يعمل كده يعني مثلا على سبيل المثال مفيش مانع ان بعض المهام التي تتعلق بالبيت تتم خارج البيت يعني يتم الحوار حول احنا عن خلف امتى يتم خارج البيت وبشكل لطيف وفي جلسة جميلة فواحدة واحدة الزوج العاز بيحس ما الجوازة هو لطيف وفيه بهجة وفيه خروج وفيه سعادة وواحدة واحدة نبتتي نطبق الحاجات الزوجية في البيت وحدة واحدة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيما يتعلق واحنا عندنا في الجواز فيه حاجة اسمها العبادة الزوجية كمان ان احنا نخرج الزوج من كونه عازب الى كونه زوج كامل دي عبادة وحضرة النبي علمنا في العبادة ماذا فأوغلوا فيه برفق اكتر حد محتاج الايغال برفق في الزوجية هو الزوج العازب واحدة واحدة نبتدي نرتقي مع بعض واحدة واحدة نبتدي ننضج مع بعض الحاجة اللي بعد كده لازم كمان بجانب الخروج معا والحوار خارج البيت نبتدي حاجة اسمها صناعة الذكريات نبتدي نعمل حاجات فيها بهجة وفيها عمل من اعمال البيت نبتدي نربط كل حاجة مهمة في البيت زي مثلا القرار ان احنا عايزين بقى نضبط موازنة البيت فنربطه بذكرى جميلة ان احنا جبت هدية واعدنا نتكلم في الامر ده فمعناه ايه ان احنا هنجزي بالامر ده بصناعة الذكريات حد يقول لي طب مين اللي فاضي ان يعمل كل ده ومين اللي عنده خل ان هو يعمل ده احنا مفترضين ان احنا متجاوزين عشان نستمر سعداء مع بعض مش احنا متجاوزين عشان احنا بنا بيزنس اذا ما حصلش نجاح للبيزنس ده عن فك الشركة لا احنا متجاوزين لان احنا بنا الرباط مقدس كل واحد فينا عايز يخرج احسن ما في التاني الحاجة الاخيرة اللي انا شايف ان احنا لازم نعملها ان احنا دايما نتكلم على ان احنا مش قصدين ان احنا نغيرك على سيناريو انا حطاه ليك لكن ان انا قصدى ان انا دايما نبقى سعداء مع بعض يبقى المدخل هو ان احنا عايزين نبقى نسعد عايزين نبقى نفرح مع بعض مش المدخل ان انت لازم تتغير او انت لازم تتربي ولازم تتغيري المدخل هو ان احنا عايزين نبقى سعداء وإن فيه حاجات جديدة ممكن نجربها مع بعض الحاجة المهمة كمان إن إحنا نسمي كل اللي إحنا بنعمله ده تجربة عن جرب وإحنا فعلاً نستخدم التجربة الزوج العازب التجربة هتكون أكثر جاذبية لي عشان يدخل البيت ويعمل حاجات كويسة جداً جداً من مسؤولياته الزوجية يبقى كل المسؤوليات الزوجية هنحطها تحتنا أنوان التجربة وحدة وحدة نقول له التجربة دي نجحت تعالى نعمل حاجة تانية ويكون ده المرحلة اللي بعدها وتستمر الحياة في صورة تجارب لغاية ما يحس إنه هو لا أنا مستمتع بإن أنا زوج خلاص يلا نكمل كأزواج أنا مستمتع جداً 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 إن أنا بقيت زوجة أنا حاسة إن أنا نضقت وهنا وحدة وحدة ومن أهم الأدوات اللي إحنا بنستخدمها عشان ندوج الزوج العازب والزوجة العازبة هو التجربة يا رب اجعلنا من أهل التوفيق دايماً يا رب واجعل كل الأزواج في ندوج وفي سعادة وفينا يا رب العالمين إحنا نبتدي نتلقى تلفوناتكم ولكن كمان إحنا عندنا صفحتنا اللي على الفيسبوك بنتلقى عليها أسئلتكم دائماً وبتكون جسر التواصل بيننا اللي إحنا دايماً بنكون متواصلين بيها وبنتلقى أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها وإحنا معنا أول سؤال مين معنا؟ معنا أستاذة فاتن من إسكندرية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة فاتن حضرتك الدكتور إزاك حضرتك الدكتور عمس الحمد لله بخير تفضل يا فاند حضرتك أنا كنت عادة تسأل بالنسبة للصلاة في الاستفتاح بس أنا يبدو أن أنا عندي أمنية أن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون اللي هتكربت لا أنا أفلت يعني الصوت أفليه خاضر أفل الصوت خاضر طيب خلاص ماشي تفضلي حضرتك بنسبة الصلاة في بداية الصلاة أقول عوضي يعني لازم أقول أعوضي بالله من الشيطان الرجيم أقولها في كل رقعة ولا هو في البداية بس طيب إحنا لازم في الصلاة نفرق ما بين حكتين حضرتك نفرق ما بين سنن الصلاة وهيئات الصلاة ونفرق ما بين أركان الصلاة الاستعاذة وكمان دعاء الاستفتاح هذه ليست من أركان الصلاة يعني الواحد لو عملها في أول الصلاة أهلا وسهلا يبقى مكانها وسنوتها في أول الصلاة لكن لا نفعلها في كل الصلاة أما إذا كنت بتقصد الاستعاذة مع سورة الفاتحة فهي من السنن تعمليها أو ما تعملهاش لن تؤثر في صحة الصلاة طيب أنا بقول كده ليه لأن كتير من الناس بيحصل له وسواس أن هي لو ما استعذتش بالله من الشيطان الرجيم في الفاتحة يبقى كده الفاتحة مش مقبولة والصلاة ما تبقاش مقبولة لا أه هذه الاستعاذة ليست آية من الفاتحة التي هي آية من الفاتحة في قراءة حفظ هي بسم الله الرحمن الرحيم بس في حضرتك لو قلتيها خير بها ونعمة وما قلتها صلاتك صحيح معنا الأستاذ طارئ من أسيوت أستاذ طارئ السلام عليكم عليكم السلام عليكم حضركات وتفضل يا أستاذ طارئ أهلا بيك يا دكتور الله يبارك في حضرك يا رب وإن شاء الله عليك إن شاء الله عليك سرح الله عليك الله يبارك في حضرك ويحفظك طيب مش أطول عليك وأنا بسلم على أهلنا في السيوت كلهم بالنسبة رحت عمرة عملت مثلا حضرتك عمرة لحد مش متواجد معاك هم اللي وجودين العمرة دي تتعمل يعني أنت حضرتك رحت عمرة مثلا أو حج احنا في الوقت عملت عمرة هل يسمحك أنت تعمل عمرة لحد ومن اللي هم المفروض أنك أنت هتعمل لهم عمرة هل يسمح لعدد معين يعني والدك والدتك عجório عجواب هجيوب على حضرتك عجيوب على حضرتك احنا يا سيدي احنا عندنا اللي أنت ممكن تعمل لهم عمرة لأن احنا عندنا بنوفتي هذا على أن احنا كمان العمرة إذا ما كانش حد عمل عمرة يجوز أن انت تعمل عمرة لأبيك لأمك إذا كانوا horsepower قادرين على العمرة ومن بعمله فيجوز أن أنت تعمل لهم عمرة عنهم لكن احنا بنحب بقى في هذه المسألة أن أنت تعمل العمرة عن نفسك يعني تقول لبيك اللهم بعمرة عن نفسي وبعد كده تعمل إيه بقى؟ وبعد كده تقول اللهم هب مثل ثواب عمرتي لفلان أي حد وإن شاء الله هذا الثواب يصل له باتفاق يبقى إيه اللي حاصل؟ زي منص الإمام القرافي على أن هذا يصل ليه لأن هذا سيكون من قبيل الدعاء بظهر الغيب وإن شاء الله يكون مقبول فإحنا نصحت لك أن أنت تعمل عمرة عن نفسك ثم تقول اللهم هب مثل ثواب عمرتي لأبي لأمي لخالتي لعمتي وإن شاء الله يصل إليه نعم مين أم خديجة؟ أم خديجة من المنصورة اتفضل اتفضل يا أم خديجة أمي حابلتك يا دكتور نعم وفضل الحمد لله الحمد لله دايما نعم لو سمحت يا دكتور بس أنا ما كنتش بصلي فترة كده طيب فأنا الحمد لله الحمد لله يعني رجعت أصلي تاني ومتزم الحمد لله صحة فهل أنا دلوقتي طب يعني هي الصلاة كانت من الكتابة الموقوطة يعني في وقتها ولا أنا ممكن أصلي الفروض اللي فاتتني طيب أجاوب على حضرتك أنت بتسأليني دلوقتي تفضلي تفضلي كميلي سؤالك وأنا بصلي دايما يعني دانسى عدد استجدات أنا والله ببقى مركزة خلص ومفيش حاجة تغلاني بس أنا استجدات أيوة لما بسجد ببقى مطلق بقى أنا استجدت واحدة أو اثنين فبلجي عازجد تاني هجاوب على حضرتك بس خليني أقول لحضرتك حاجة ويبدولي كده يا أمو خديجة أن أنت بسبب الصلاوات اللي فاتتك أنت عندك حالة من حالات اللوم النفس وجلد الزاد في أي عاملة وسوسة عندك هل دا كلام صحيح؟ أيوة أيوة طيب حاضر أجاوبك حاضر طيب أول حاجة بس عشان نجاوب على أمو خديجة أمو خديجة المسألة بسيطة عشان نجاوب على دا إحنا الفتوى مستقرة على أن إحنا بقضاء الفوائت يعني إيه قضاء الفوائت؟ إن الصلاة الفائتة بنصلي قد ما نستطيع ونصلي مع كل صلاة صلاة طيب إذا أنا بعض الناس بيسألوني بعد الشر عن كل الناس وإن شاء الله ربنا يجعلهم طول العمر مع حسن العمل طيب إذا هو توفيت ولسه علي صلوات الله يحمل عنك ليه طيب لإن خلاص أنت مشيت في مسألة التوبة والتوبة تجبه ما قبلها يبقى خلاص أنت هتعمل إيه؟ هتقضي ما عليك من الإيه؟ من الفوائد طيب أمو خديجة بتسألني سؤال تاني بقى يبقى عنصلي مع كل صلاة صلاة عنصلي مع كل صلاة صلاة طيب فبتسألني بقى طيب أنا عندي مشكلة إيه اللي حاصل؟ إيه أنا عندي كل ما باجي أسجد أطلقبط أنا سجد سجد ولا سجدتين فأنا بقول لها أن أنت لو كان عندك هذا الوسواس والوسواس ده كثير إيه اللي حاصل؟ لازم تأكد فإذا كان ده بيتكرر بكسرة 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 إيه اللي حاصل؟ خلاص إحنا نعمل إيه؟ نحاول إن إحنا نتذكر فإذا تذكرنا وغلب على ظننا إن إحنا لا سجدنا سجدتين خلاص إبقى سجدنا سجدتين طب ليه؟ مش إحنا عندنا في الصلاة بنبني على الأقل بس المؤسس ده لو إحنا مشناه إنه هو يبني دايما على الأقل هيزيد الوسواس اللي عنده ولذلك بنعمل إيه؟ أنت تفعلي ما يغلب على ظنك فإيه اللي حاصل؟ طب إيه الدواء بتاعة ده بقى؟ الدواء بتاعة ده لازم نتأكد بقى هل إحنا عندنا ده بقى انتشر في حياتي كلها فوقفها؟ ده محتاج لطبيب إذا انتشر في حياتي ما بقتش الوسواسة بس في الصلاة لكن الوسواسة في قفل الباب الوسواسة في الوضوء الوسواسة في كل حاجة يبقى إحنا محتاجين طبيب طيب وإيه تاني؟ ونذكر ربنا ولا نلتفت للوسواس ونذكر ربنا ولا نلتفت إلى الوسواس هي دي الحاجات اللي ممكن ندعو بيها الحالة دي مادام رضا من القائرة تتفضل؟ أيها السلام عليكم عليكم السلام عليكم حكاته تفضلي آآ يعني أنا متجوزة بقى لي ثلاث سنين مم وبعاني من نفس المشكلة اللي حضرتك بتتكلم فيها الزوج العازل وده كمان جزء من المشكلة في شخصية جوزي طيب وحاولت معاه في كل الطرق واتكلمت معاه كتير وحتى موضوع الحلقة مبارح برضو آآ دائما معاني اجتماعي جدا دكتور مع الناس والأشخاص برا لكن أنا لجرجة أن أنا بحس أن أنا بقيت وحيدة وأنا معاه يعني بحس بالوحدة وأنا موجودة حتى معاه هو برا البيت أو جوه البيت مفيش تواصل خالص مفيش حوار مبينة ومبينة مفيش لغة حوار يعني فكرت فعلا في الانفصال في مرة بأتفرج على حضرتك كافة حلقة من الحلقات حيث بتقول إزاي يعني في موضة جديدة طلعة إن أنا جوزي ما بيحسسنيش بالطاقة الإيجابية آآ إزاي أقطع الرباط الوثيق اللي ما بينه وما بين الجوزي عشان بس ما بيحسسنيش الكلمة بتاعت حضرتك دي بس يعني خلتني يعني استمرت فترة وعنستمر فترة وعنستمر على طول يعني خلاص مش قادرة تكمل إن شاء الله نستمر على طول أستاذ يا ريدا خليني بس أسألك سؤال إنت حضرتك إنت هسألك سؤالين وأشير عليك بحاجة أول سؤال حضرتك بتوصي في نفسك أو أنت شايفة نفسك إن انت شخصية مستقلة صح؟ آآ تمام طيب الشخصية مستقلة مع شخص اعتمادي أو شخص عازب هتحسسه إن هو مش مال يعنيهم فاهمة؟ تمام تمام فدي مشكلة فإحنا لازم نعمل إيه؟ لازم نتعامل مع ده بشيء من إن إحنا حريصين على التغيير مش حريصين على التغيير إحنا بنساعده ونكون عوناً له على نفسه إحنا مشكلتنا إن إحنا بنبقى حسين باحتياجنا أكتر ما حسين بإن إحنا لازم نكون سند ودعم ليه معنى طول خلال الثلاث سنين دول طول الوقت سند ودعم ليه يا دكتور لكن يعني يجي سؤال التاني يجي السؤال التاني بقى عشان بس يجي السؤال التاني السؤال التاني قد إيه من مرات هو قالك مش ممكن كل حاجة أنا بعملها كده تكون محل نقض هو قالك كده؟ قولي أومد كسفيش قولي أومد كسفيش أنا بكلم معك في النقض ده طب حاضر قولي أومد كسفيش الحقيقة يبقى إحنا كده ومحتاجين حاجة بسيطة خالص محتاجين خبير ليه محتاجين خبير؟ لأنه اللي حصل ببساطة خالص فيه واحد عايز يبقى البطل بتاع حاضرتك وانت بتقولي له المستقلين كاتبين على قلوبهم وعلى أجبنهم حاجة عبارة اسمها إيه؟ الحب لا يُعطى مجانا والبطولة لا تُعطى مجانا فإيه اللي حاصل؟ هتدفع تمن البطولة هتبقى بطلي ما دفعتش تمن البطولة أنا مش هقدر أخليك بطلي فبتحصل هذه المشكلة كتير من الرجالة بيبقى عندهم مشكلة إن الست تكون شخصية مستقلة وخاصة بعد كل اللي بيتقاله واللي بتعمل فيه الواقع بتاعنا دلوقتي فيه نداءات من طرفين كده عاملين حاجة حالة من حالات التأزيم ما بين الزوج والزوجة حد قاعد يخلي يتكلم عن الزوجة على إن الزوجة هتتوحش وحد بيقول لو سمحت يا زوج خليك بلط أنا آسف يعني وبيخلوا الاتنين دولة يخلوا الحياة متأزمة إحنا عايزين نخرج من هذه النداءات إحنا عايزين نبقى متزنين فأنا عايزك تساعد زوجك على إنه يتزن مش قادرة على طول لازم ندخل ونطلب ونطلب مساعدة خبير فحضرتكم شرفونا في مركز الإرشاد الزواجي بدرج الإفتاح المصرية وإن شاء الله كتير من الحالات كتير من الاستشارات إن شاء الله بيحصل فيها خير وبركة والله سبحانه وتعالى ما جعلش فيه مشكلة إن شاء الله إلا ولها حل بعدة طرق وعشان كده ما أنزل الله داءًا إلا وأنزل الله داءًا وعشان كده ربنا إن شاء الله هيقدم ما فيه الخير ويتوكلي على الله ويلا اطلوب الاستشارة فيه تكملة سؤال مع الأستاذ الريد تفضلي أنا معلش أنا أسفر أنا فعلاً توصلت مع مركز الإرشاد الزواجي والأول وافق وبعدين رفض اللي هو يجي معي هقولك رفض لي بقى أنا أقولك ممكن أقولك رفض لي لأن حديك ممكن مش عارفة هو رفض لي هو رفض أقولك يعني أكلمك بصراحة أنا ما عنديش بني وبينكم إلا إنتوا أحبابي وأهلي وناسي فالحكاية كلها إن هو رفض لأن هو مش هيروح قدام مش هيروح لحد يقولك إخ يا ولد وعيب عليك اللي أنت بتعمله وخليك راجل ولا هو حد عايي يجي يقوله يعرفه مسؤوليته فهو ده هو ده اللي خلاه مش عايز يجي فحاول تخليه تقوليه إن انتوا راحين عشان كومنتوا الاتنين مش عشان هو بس إن شاء الله ربنا يقدم ما فيه الخير معنا مين تاني؟ أستاذ مردي؟ اتفضل أستاذ مردي أهلا وسهلا أستاذ مردي تفضل بني بارك في عمرك أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده مم أخوك الكبير مأخره أخوك الكبير ماله؟ كان مأخر المراس اللي أنا قتلك خارج البلاد طيب وبعدين؟ مأخر المراس بتاعنا اه وبعدين عمل إيه اللي حصل؟ حوى يا شيخ حتى لقاه مأخر المراس بتاعنا والمفروض إنه هو أخونا الكبير وفي مقام أبونا طيب واخد بال حضرتك والمشكلة الكبرى إنه هو الناس بتقوله يا حاج عمين وحاج بيت الله أيوا بعدين يعني هو دلوقات مأخر المراس عرق أنا أسم بس أنا قلت حضرتك مالأرض زي تباع مع رب مش لأ كل حاج لينا عشرين سنة في نفس القصة دي هو الموقف حالنا إن إحنا مش شوء إحنا ثمانية أخوات خمسة من الأب بس كلنا إحنا الثمانية حضرتك سألتني هل ليه إن أنا أرفع عضية؟ فقلتك أرفع عضية وأنا قلت لحضرتك إن أنا مش عايز أخش بحكم إنه أخويا مهما كان أخويا بس مش عارف أوصل لحلي حضرتك بتكلمني عن الهوى عارف يعني إيه حضرتك بتكلمني عن الهوى؟ يعني إنت موجوع موجوع مش عارف إيه وصل إسمع بس إسمع بس أستاذ مردي أستاذ مردي أستاذ مردي أستاذ مردي أنا بقولك حاجة تانية خالص عشان اللي حضرتك بتعمله ده ما ينتقلش إلى انتقام للجيل اللي بعدكم لو سمحت حضرتك تفضل واطلب حقك بالقضاء إذا كانت المسألة وصلت إلى عشرين سنة طلب الحق بالقضاء لا يعني قطع الأرحام في واحد أنا أقولك أقولك وصفها إزاي واحد شايف إنه هو صاحب حق واحد تاني شايف إنه حقه ممنوع يعمل إيه؟ بسيط خالص نروح لمن يفصل بيننا فالتقاضي ليس عيباً وليس سبيلاً لقطع الأرحام ده مفهوم في غاية الخطأ أنا لو أنا شايف إنه صاحب حق وحد تاني شايف إنه هو صاحب حق هنوصل لحق إزاي؟ وإزايك عندنا إن حكم القاضي يرفع الخلاف ظاهر عنه باطناً ساعتها خلاص بقى نرتاح يبقى إحنا نروح للقاضي عشان أنا وهو نرتاح لكن أنا لو عايب عندي حقي وأنا مش عارف أوصل له وأنا أكيد ميكلم الناس كلها ومش عارف أوصل لحقه لا نتوكل على الله نوصل لحقنا بالطريق المشروع والقضاء ده حاجة 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 محترمة حاجة مفهاش إحنا الميراس اللي عندنا إننا لو لجأت للقضاء ده عيب لا ده مش صح أنا آه صح أنا عايز التراضي طب التراضي ما وصلنيش لحاجة ما أنا مش هافضل مش هافضل أبكي إما أن أسامح لا أنا مش قادر أسامح أنا محتاج الفلوس دي خلاص يبقى الذهاب إلى القضاء هذا من شمة العقلاء عندما أطلبوا حقي نعم مين معاين تاني السيدة محمد تتفضل مين معاين تاني سيدة محمد السلام عليكم يعني أتمنى عليكم السلام عليكم أتمنى على حضايك إن حضايك توطي التلفزيون وتسمعهم التلفون سيدة محمد سيدة محمد سيدة محمد أتفضل يا فاند أتفضل يا فاند أنا سامح حضرتك بس سعدين قوات التلفزيون واسمعني من التلفون يا فاند بقول لحضرتك أنا كنت متجاوزة بقالي عشرين سنة وحركة الموضوع النهارة بتتكلم من الجزء العادي أيها فان بس أنا الجزء يعني مبتصل أنا وهو مفيش نغة حوار مدينة مفيش كلام ومعايا منه ثلاثة أولاد يعني أنتم منفصلين؟ يعني أنتم منفصلين يعني يعني هو بعيد عنك؟ أنا مبتصل معايا الأولي وهو عادي يخطوه مني بالعافة وأنا مش عادي أردهم له يعني أنتم منفصلين دلوقتي؟ هو بعيد عنك هو بعيد عنك بس بس ما طلقكيش؟ آه يا أستاذة محمد بس وقت التلفزيون عشان بس ما يبقاش فيه هذا التأخير يعني هو ما طلقكيش؟ لا لسه إن شاء الله ما يحصلش فيه طلاق بس أنا بقول لحضرتك أنت دلوقتي بتسأليني عن إيه؟ هو عايز ياخد الأولاد منك غزبا عنك؟ ما أنتوا ليس ما تطلقتوش يا أمو محمد؟ طيب مين معانا تاني؟ يا ريت أمو محمد تتصل بينا مرة تانية لا أسمحنا أمو إسراء تتفضل؟ أمو إسراء من بني سوف تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فن إزاك عم الشيخ؟ نعم وفضل الحمد لله حضرتك أمو إسراء تتفضل في الأسباح كده تين أنت بتقولي لو تنفيت وطلبت الطلاقة من جزء طبعا ما تطلقتش على جن بالمناسبة أنا ما قلتش في الحلقة دي لكن بقول إن هي أيوم امرأة انطلبت طلبت طلاقة بغير بأس فلن تجد رائحة الجن ماشي فن طبعا دلوقتي أنا طلبت طلب من جزء بس للسبب يعني هو دلوقتي اتجاوز عليه مرة أخوية طي اتجاوز عليه مرة أخوية بعد يعني 15 يوم كانت تفضل هو مرة أخوية والجاوز عليه وانت كنت شرطا أن أنت أنهم اتجاوزت عليكي؟ يا فن أنت اتجاوز مرة أخوية يعني واحدة واقلة عايش وملح معايا وفي 15 يوم خدر واحدة واحدة يا محمد واحدة واحدة يا مؤسرة مؤسرة مش كده تعالي نفهم شوية المسألة دي احنا دلوقتي عشان بس الستات في بعض الاحيين بيعملوا حاجة كده انا ما بقدرش افهمها بعض الستات تفعمل ايه انا مش بقول ان الناس تروح تتجاوز زواج تاني من غير ما تمشي بالاصول والقواعد ومنها اهم قاعدة ان احنا خلاص عندنا ان اللي عايز تتجاوز زواج تاني يعلم زوجته مسألة سهلة وده معناه ان هو عمل تلاعب وده معناه ان هو عمل تلاعب وخلق وخلق طلعت من اخويا وفقه ما صار شريم هو اللي خدها طيب ام ام اسراء انا بنصحك ان انتي تجيبي زوجك وتيجي وعلى مركز الاشياء الزواجي لان المسألة كده ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها من وجهة نظر واحدة لان كتير او او بيحصل ان الزوج يجي يقول والله اصلاها ما لقيتش راحتي اصلا ما اعرفش ايه انا بدل ما قع في الحرام فلابد ان احنا نتكلم بالتفصيل في هذه مسألة فاتشرف بحضرتك وبيزوج حضرتك عشان نقدر نتكلم بالتفصيل لكن انا مع ده بقولك ما تتطلقيش لاني الطلاق ده مش هو الحل للمشكلات الزوجية لكن الحل للمشكلات الزوجية ان احنا نقعد ونتحاور ونضع حلول والحلول كتيرة مفيش حل واحد بس لا الحلول كتيرة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل المودة والرحمة والوقام يرجع لبيتكم ان شاء الله يا سادة احنا النهاردة تكلمنا يبدو من كتر الاسئلة يبدو ان احنا جينا على وجهة كتير من الناس احنا تكلمنا النهاردة عن حالة ممكن لها حل بس الحل محتاج لحكمة شوية ليه طيب اقولكم حاجة لان احنا بنعمل حاجة وكأنها في اوقات كتيرة بان احنا بنعدل حاجات كانت اللعيوب فيها كانت من التنشئة يعني فكرة ان الزوج العازب ده في الغالب بتبقى مشكلات ديت بتبقى موجودة في التنشئة وليس معنى كده ان احنا الزوجة هترب الزوج ولا هتغيره ولا الزوجة هيرب الزوجة ولا انه هو يحوله لكن هو هيحسسه ان فيه قيمة اضافية في حياته وان الزواج ده قيمة اضافية قيمة اضافية مبهجة هو كل الحكاية ان الزوج العازب ده هو في الحقيقة اشايف ان الحياة متعبة على الناس كلها فانا لازم ابقى عايش في الجزء المبهج بتاعي ومنتقلش إلى شيء كيب كل ما الزوجة وكل ما الزوج اتعاملوا مع الزوج العزبة أو مع الزوجة العزبة بحكمة وكل ما حاولوا بقدر الإمكان يدخلوه في الجواز شيئاً فشيئاً ووسيلة التجربة كل ما الزواج هيبقى باب من أبواب النضوج وباب من أبواب الراحة والسعادة لهذا الزوج وأنا أظن ساعتها هيبقى الاتنين اكتسبوا من بعض صفات مهمة جداً هي اكتسبت منه أن الحياة وأن الزوج أن الزواج مش أعباء وتبتدي تعيش الحياة بشكل أحسن وهو يحس أن المسئولية مش شيء متعب ولا شيء ضاغط على الإنسان لكن يستطيع الإنسان أن هو يقوم برعايته البيت والأسرته بحنان وبلطف وبجمال وببهجة كمان يا رب اجعل كل رعايتنا لأهل بيتنا باب من أبواب البهجة وباب من أبواب السرور ويا رب ردي إلى البيوت كل زوج عازب وكل زوج عازبة ردوهم إلى البيت ويكونوا من أهل السعادة ومن أهل السرور ويفتحوا أبواب السعادة على شركاء حياتهم ويبقى البيت مش بس مكان للمسئولية لكن كمان مكان للرعاية ومكان للحنية ومكان للسعادة ومكان للبهجة يا رب جعل بيوتنا قبل للبهجة والسعادة برحمتك وبجمالك يا جميل يا ودود يا كريم يا رب العالمين